السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام سويت اليوم عصيد بالذرة البيضاء طبعا بما أنه عندي هذه الأيام بالذرة البيضاء فأنا قلسة أسوي الأشياء اللي ممكن أسويها بالذرة البيضاء كما سويت الزوم اليمني قدمت العصيد مع شوية حلبة مع شوية زحاوق بتشوفوا معي التفاصيل وأول حاجة بسوي الزوم في قدر في معايا شوية حقين تقريبا ثلاثة أربعة كوب بسوي زيهم يعني نفس كمية الحقين بسوي ماء هنا بسوي شوية ملح كان في معايا زبادي تقريبا ملعقتين أضفتهم وبضيف ملعقة من طحين الزرة وبخلط كل هذه المكونات على البارد وبضيف نبات الشذب أنا طبعا قد سويت معاكم الزوم من قبل بس سويته بزعتر هذه المرة سويته بشذب الآن برفع القدر على النار وبضل أحرك زي ما شايفين لين ما يثقل الزوم أي إضافات حابين تضيفوها أو متعودين تضيفوها اضيفوه أنا سويته زوم سادة هنا لاحظت إنه ما ثقل استخدمت قلت لكم في البداية ملعقة من الطحين الزرة فبزود الآن نص ملعقة من الطحين الزرة لكن لو كنتم استخدمتهم دقيق أو دقيق أسمر فبيثقل من الملعقة لكن بالذرة ما ما ثقل فأضفت نص ملعقة وبضل أخلط زي ما شايفين وبضل أخلط لين ما يثقل بس ما تخلوه يثقل زيادة لأنه بعد ما يبرد بيثقل كمان وخلاص بكذا صار عندي الزوم جاهز بصبه في طاسة وزي ما قلت لكم الآن هو خفيف بس بعدين لما يبرد بيثقل ولأنه والدي حفظه الله ما يحبش الزوم أنا سويته لب الخلاط طماطع وشوية كبزرة فلفل أخضر قرران واحد بس وفي الزوم طحنتهم مع بعض زي السحاوك يعني وبضيف نص باكت من حليب الشاي أو نص علبة وملعقة من الخل إذا موجود معكم ليمون أخضر عصول ليمونة كاملة وبعد كده بتحسوا أنه ثقل خففوه بشوية من الماء ضبطوا الملح الطعم جدا رائع لا تستغربوا من سحاوك الحليب هذي طعمها جدا حلوي يجنن مع العصيد هنا أنا بجهز العصيد الآن طبعا عشان أحافظ على قدوري دائما أغلي الماء بابريق ثاني أو باليمني بكتليه يعني عشان ما يسود القدر سواء ماء العصيد سواء ماء الرز هنا سويت ثلاثة أكواب من الماء المغلي مع ملح وثلاثة أكواب من طحين الذرة البيضاء على طول أول محطي تطلحين على طول بالمجحي أو بالخشبة هذي اللي نعصد فيها العصيد أحرك زي ما شايفين وبضال أحرك تقريبا من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق بالشكل اللي شايفينه بعد كذا ببدأ أضيف الماء على شوية شوية هنا أضفت شوية ماء حركت العصيد كذا إني مقرد بس إني غمرتها بالماء وبخلي العصيد في الماء من دقيقة إلى دقيقتين وبارقع أحركها زي ما شايفين ومرة ثانية شوية ماء وخلي العصيد بين الماء مدة دقيقتين أو دقيقة وبعدين بارقع عصيد هذي ما شايفين وهكذا أعصيد الضرة العصيد الضرة العصيد الضرة الخامس والدرى الحمراء دائما هذه الحبوب عصيدها أسهل من عصيده البر حتى لا تأخذ نفس الوقت الآن لثالث مرة بأعمل العصيد بين الماء وخليها بين الماء دقيقتين طبعا الماء ما مغلي وبعد دقيقتين أعصد بالشكل اللي شايفينه و هنا قلست عصد العصد تقريبا 40 دقيقة الان لاخر مرة بزيد اسوي شوية ماء و خلي العصيدة بين الماء دقيقتين وبعد كذا برجع عصدها يعني بتخلو العصيدة بين الماء كذا من دقيقة الى دقيقتين بترجع و تعصدو طبعا النار بتكون تعلو وتوتو على حسب اخر شي بخلي النار عالية و عصد هذه بالدقيقة الاخيرة دقيقتين الاخيرتين خلاص النار عالية و بزيد عصد 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 و خليها كذا لين ما تفصل من كل جوانب القدر زي كذا بكذا يعني بكون صبها سهل في وعاء التقديم الان زي ما شايفين نصبت كلها في القدر او عفوا في صحنة تقديم و الان بملل السطح العصيد بالملعقة بكون اغمس الملعقة بين الزوم و رجع املل السطح العصيد و بعمل حفرة بالوسط باستخدام ملعقة الغرف و خلاص بقدم عصيدتي مع الزوم اللي سوينا مع بعض مع السحاوق اللي بالحليب ان شاء الله تقربوه انا متأكد انه بعيه بكم طعمه جدا حلو و مع السحاوق الاحمر و سويت الحلبة سويت لها شوية حمر و رشة من الوزف الوزف المحمص متمنى يا ربط طريقة تعجبكم متمنى ان الفيديو عقبكم نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله و مع السلامة اشتركوا في القناة